اشتركوا في القناة بما انه هذا الانتقال رح يكون لبرج الحوت يعني عيد ميلاد موليد برج الحوت يعني بداية العام الفلكي لموليد برج الحوت يعني منقول لما وليد برج الحوت كل عام وانتم بكل الخير والسعادة والطمانينة وراحت البال والمكاسب والخيرات طبعا الشمس رح تنتقل اليوم او يوم السبت 18-2 في تمام الساعة 10-33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من برج الدلو لبرج الحوت وراحت ضل موجودة في برج الحوت لغاية يعني يوم الاثنين عشرين ثلاثة تمام الساعة 9-24 دقيقة مساء بتوقيت جرينج خلال هاي الفترة المذكورة بيجتازوا موليد الابراج المائية الحوت والسرطان والعقرب ومعهم موليد الابراج الترابية الثور وأقلهم العذراء والجدي وفترة ايجابية افضل بكثير من الاسابيع الماضية بالنسبة لموليد برج الحوت لانهم اصحاب هذا الحدث الكبير في خلال الفترة الماضي كانت فترة صعبة جدا خصوصا هذا الشهر اللي مضى ليش؟ لانه الشمس في بيت المتاعب دائما بتكون منعتبرها مصفاي أو غربال أو يعني الشيء اللي منصفي فيه الأمور بتصفوا علاقاتكم أعمالكم أشخاص بتطلع من حياتكم أشياء قديمة بتتجاوزوها واللي بيظلوا طبعا لهذا اليوم عيد ملادكم اللي بيظلوا موجودين هدولة اللي يعني زي من نحكي له مبروك رح تكملوا معنا المرحلة الجاي اللي هي السنة اللي بعديها فالآن انتو يعني منقدر نحكي انه بدأتوا مرحلة جديدة اللي هي مرحلة التصاعد الإيجابي امتى بصير الشيء ملموس وبتبدأ السنة الصحيحة لموليد برج الحوت بتبدأ السنة الصحيحة هي مع درجة وصول الشمس لدرجة ميلادك يعني يوم عيد ميلادك بالمختصر يوم عيد ميلادك هو بداية السنة الفعلية لإلك واللي من خلالها بتبدأ السنة إيجابيا بقوة وخصوصا إذا كان القمر في مكان مناسب داعم لإلك وانا بتشعر بالإيجابية فورا ماشي لكن إذا مثلا إيجا عيد ميلادك وكان القمر موجود في بيت متعبك مثلا أو في البيت السادس والسابع والثامن مقابلك فتلقى إيجا رح تشعر إنه يعني لسه الأيام فيها شوية أقش شد ورخي وبعض التعب فبدك تصبر لحديث ما يوصل القمر لدرجة ممتازة لإلك أو يوصل لعندك ويبدأ من عندك بيكون أفضل بكثير طيب خلينا عشان ما نطول كثير بالرغي خلال الفترة ما بين 18-2 وحتى 23 رح تتشغل زوايا وهاي الزوايا من خلالها إحنا منعرف إنه الشمس رح تكون سعيدة ولا رح تكون منتحسة أو إمتى بتكون سعيدة وإمتى بتكون منتحسة عشان نحدد إنه هي إيجابية نعطيكو توقعات إيجابية ولا نعطيكو توقعات سلبية خلينا نشوف الزوايا الأساسية اللي رح تتشكل أول زاوية هي رح تكون زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هاي أول إيجابية الزاوية اللي بعديها رح تكون زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ فهاي زاوية عنيفة ليش؟ لأنها هاي زاوية بتكون بطيئة وفي نفس اللحظة بتأخذ فترة طويلة فتأثير هاي الزاوية بيبدأ من 10-3 لغاية 23-3 في خلال هاي الفترة عشان تحذروا وتعرفوا إيش بالضبط اللي رح يصير بالفترة هاي واللي بتكون تحذروا منه الشمس والمريخ يعني قيادات وعسكر حكام زعماء وحرب ودم وانفجارات وأمور زي هيك فشو منقول ترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة طيب علينا كأفراد شو بيصير؟ بيسود جو من التوتر والعدوانية عشان هيك يجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران يعني هاي بنقدر نقول ممتزجة مش إيجابية كثير ومش سلبية كثير راح تكون بين الشمس وبين نبتون أما بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية التزديس إيجابية راح تكون بين الشمس وبين بلوتو إذن راح نقول إنه الشمس أثناء وجودها في برج الحوت راح تكون ممتزجة الطباعة يعني سعيدة ونحيسة أغلب الشهر متقلبة في المزاج عشان هيك بتوقعاتنا اليومية لما نقول الشمس سعيدة أو نقول الشمس منتحسة اعرفوا على طول الخط منتحسة معناته في حدية وفي مواجهات وفي عصبية وفي ردات فعل على حسب البيت اللي بيكون فيه القمر يعني كان القمر مثلا نقول في البيت الرابع معناته حديتنا ومشاكلنا وعصبيتنا راح تكون على العائلة كان في البيت الخامس معناته على الحبيب والأحبة والأبناء والأمور هاي من ما نعصب عليهم وصلت الفكرة كيف بدأتكون هي كي يعني نكون أنا لخصت لكم كيف طريقة قراءة التوقعات اليومية مع الأمور اللي إلها علاقة بانتحاسة وساعات الشمس برضو أكثر المتضررين من وجود الشمس في برج الحوت هم موليد برج الحمل كأساسي هذا لأنه بيت متاعبهم وموليد برج الميزان لأنه يعتبر البيت السادس لهم اللي هو بيت الصحة ولكن بفيدهم على مستوى العمل ولكن الصحة شوي بدهم ينتبهوا لها وأقل أشخاص بالتأثيرات اللي هم العذراء هو مقابلهم بنفعهم أو بيعطيهم إيجابيات على مستوى الشراكة ولكن نقص طاقتهم بسبب لهم العصبية وبسبب لهم المشاكل فبدهم يضبطوا عصابهم وينتبهوا على طاقتهم طيب إيش التأثيرات بالنسبة لباقي الأبراج إيش اللي بدهم ينتبهوا منه وإيش اللي بدهم يستفيدوا منه في خلال هالأربع أسابيع القادمة برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا بدهم ينتبهوا لصحتهم لأنه زي ما حكينا إنه هنا الشمس بتدخل على بيت المتاعب كل سنة لو تراقبوا حالكم يا موليد برج الحمل في هذه المدة في هاي الفترة هي أكثر فترة بتكون ضغط عليكم مش أنا لأنه بدي أحبطكم بطلع مبررات هي هاي دورة سنوية يعني هاي دورة فلك سنوية الشمس بس توصل لبرج الحوت أو توصل لأي برج البرج اللي قبله دايما بيكون متعب عليه فعشان هيك خلال هاي الفترة الأربع أسابيع لغاية عيد ميلادكم أو لغاية ما يوصل الشمس لبرج الحمل في نوع من أنواع الصعوبات اللي ممكن يعني بتخليك ما تعرفش تتكيف مع محيطك وحياتك وخصوصا حياتك العائلية ويستحسن تجنب النزاعات والخلافات لأنه بالفترة هاي أعداءك بيكونوا أقوى منك فبدك تحذر من هاي النقطة برج الثور النشاط رح يكون عند موليد برج الثور هو على المستوى الاجتماعي علاقاتهم مع أصدقائهم مع معارفهم طلب مساعدة دعم مناسبات لقاءات اجتماعية ولكن في فترة انتحست الشمس ممكن يصير في نوع من أنواع الاضطرابات في علاقاتك الاجتماعية وصدقاتك وممكن تتعرض لبعض المنافسات المهنية هاي فترة غير مناسبة للشركات المالية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيستفيدوا في مجال العمل والعلاقات وبداية عمل جديد وبرضو ممكن أنهم يعززوا العلاقة مع المسؤولون في مكان عملهم ممكن يكون في ترقية أو ترفيعات أو منصب جديد لبعض موليد برج الجوزاء وممكن بعض موليد برج الجوزاء بسوء إدارتهم إنهم يفقدوا عملهم في فترة انتحست الشمس تحتاج إلى بذل جهد أكبر لتخطي وتجاوز العقابات والخلافات اللي ممكن تقف في طريق نجاحك وتحقيق طموحاتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً هو يعتبر البيت القوي بالنسبة لإلكم بتنجحوا في الامتحانات الجامعية الدراسة جامعية جديدة السفر بعيد أوراق هجرة معاملات هجرة اتصالات بعيدة العلاقة مع الأجانب الأمور العلاقة بالاستراد بالتصدير بالأوراق القانونية بالقضايا القضائية ولكن في فترة انتحاست الشمس بتكون تتجنب الدخول في أي مشاريع كبيرة وممكن يصير في بعض الصعوبات في علاقاتك وخصوصاً مع الغرباء أو الأشخاص اللي مقيمين خارج البلد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً هذا البيت الثامن لإلكم وتعتبر هذا الشهر أفضل من الشهر الماضي لأنه الشمس تحركت من مقابلكم من برج الدلو فخلال هذا الشهر ممكن تحصلوا على أموال الأموال هاي تيجي من شراكة أو تعويض أو بتهتموا بأمور إلها علاقة بالتأمين بالضريبة بأموال الزوج الزوجة القروض يعني كل الأمور اللي إلها علاقة بالأموال وممكن تحصلوا على أموال كانت إلكم وكان صعب إنكم تحصلوا عليها بالفترة الماضية ولكن في فترة انتحاست الشمس شريكك أو زوجتك الكريمة بتميل لتبذير الأموال وممكن يصير فيه نوع من أنواع الصعوب المرتبطة بدين أو إرث وبرضو بصير عندك نقص في الحيوية عشان هيك حاول إنك ما تهم الأمراض اللي ممكن تظهر في فترة انتحاست الشمس ومعاكست القمر لا إلك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا إحنا ولنا أنه هو مقابلهم تماما فهنا ليش أول إيش بالنسبة لما وليد برج العذراء ممكن يرتبطوا أو يجيهم زواج أو يعززوا علاقة عاطفية وتتطور لمرتبة الزواج أو يصير فيه خطوبة أو شراكة جديدة مالية عندهم ولكن طاقتهم ضعيفة في فترة الانتحاست الشمس بصير اضطرابات في علاقاتهم الزوجية أو مع شركاؤهم بسبب الأنانية وأنانية الطرف الآخر تحديدا أو بسبب مسائل الاعتبار الذاتي وممكن تجدوا صعوبة في إقرار وجهة نظركم عشان هيك منقول في فترة انتحاست الشمس ابعدوا عن المشاكل والجدالات لأنك انت ما عندك طاقة اللي توضح للطرف أو تدافع عن نفسك أمام الطرف الثاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً يعتبر البيت السادس لإلهم وهم أكثر الأشخاص اللي بيتهم يحذروا خلال هذا الشهر لأنه هنا بيتراكم العمل وبرضو ممكن شوي يصير مشاكل في العمل وممكن بعد موليد برج الميزان يجدوا عملي جديد أو يشتغلوا في عملي جديد لأنه هذا بيت العمل وبيت الصحة الآن إذا أتممت أعمالك وما تغيبت عن عملك وكنت ملتزم بالعمل الأمور بتمشي جيدة بالعكس ممكن يصير فيه ترقي أو ترفيع أو عروض لعمل جديد الأمور اللي إليها علاقة بالصحة في فترة انتحاسة الشمس بتكن تنتبهوا لصحتكم لأنه ممكن يصير أو وعكات صحية شوي مناعتك ما تعالجها سريعاً يعني تأخذ معك فترة أطول لأنه المناعة بتكون نازلة عندك وممكن يصير فيه بعض المتاعب مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وأعمالك اليومية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً البيت الخامس لألكم يعني بمعنى آخر بيقف الحظ في صفكم عاطفياً ومالياً وأمور إلها علاقة بالأبناء وممكن حمل جديد ممكن فرحة جديدة ممكن مناسبة جديدة حلول لمسائل ما كانت ممكن إنها تنحل بالفترة الماضية فأنتو داخلين على فترة من الحظوض ممتازة جداً ولكن في فترة انتحاس الشمس ممكن يصير توتر في علاقتك العاطفية اللي ممكن يضر بنجاحك الشخصي لأنه رح يأثر على نفسيتك وبرضو في فترة انتحاس الشمس يستحسن تجنب المعاملات المالية أو المغامرات والمجازفات بالحضوض إنك تعتمد على الحظ والحظ ما رح يكون لصالحك وخصوصاً مع انتحاس الشمس أما في فترة ساعات الشمس الأمور مفتوحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً التركيز كله بكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بتركزوا على مصالحكم البيتية والعائلية استئجار بيت أجار بيت بيع عقار تصليح ترميم تجديد مناسبات بيتية عائلية عودة شخص من سفر مثلاً يرجع لبلده الأم يعتبر البيت والعائلة برضو ولكن في فترة نحوسة الشمس طبعاً خلينا برضو نعطي ميزة اللي بيشتغلوا في مجال العقارات بيستفيدوا خلال هذا الشهر من موليد برج القوس أما بفترة انتحاسة الشمس الجو العائلي بيسودوا نوع من أنواع التوتر والمشاحنات وبتكون مرغم على بذل جهود مضاعفة ومستمرة لأجل الاستقرار العائلي برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعاً بينشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات واللي بيشتغلوا في مجال التسويق بيبدعوا واللي بيشتغلوا في مجال السفريات القصيرة بتكون مربحة والتجارة المحلية بيستفيدوا فيها بشكل كبير الامتحانات اللي بيشتغلوا في مجال السيارات أو الاتصالات برضو بيستفيدوا في منك ورح يشتري سيارة أو يشتري أجهزة إلكترونية جديدة ولكن في فترة انتحاسة الجدي أو انتحاسة الشمس تحديداً تأثيرها على برج الجدي إنهم بيميلوا للتبذير وتبذير إيش؟ تبذير طاقتهم يعني بيصيروا يتحركوا بأشياء أساساً هي مش لصالحهم هي ما بتنفعهم وهم عارفين إنها ما بتنفعهم بس يتحركوا فيها بيبذلوا طاقتهم وجهدهم على أشياء مش لصالحهم فعشان هيكي حاول إنك تركز على توجهاتك وعلى أهدافك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً التركيز رح يكون كله على الأمور المالية بالنسبة لأغلب موليد برج الدلو ممكن يحصلوا على مال من عمل إضافي أو مستردات، هباد، دعم، تعويض، ممكن قروض، ممكن شراكة جديدة ولكن ديروا بالكوا لأن انتحاس الشمس وخصوصاً لموليد برج الدلو بتزيد من طمعهم ورغبتهم في نيل الأرباح لزيادة وهذا الشيء ممكن يوصلهم لخسارة إما خسارة الطرف الآخر أو خسارة المال فعشان هيك بدك تدير بالك لأنه ممكن تتعرض لصعوبات مالية في انتحاس الشمس حاول تستفيد بإيجابياتها وتبعد عن سلبياتها برج الحوت بالنسبة لما موليد برج الحوت طبعاً زي ما حكينا بنعيد كل عام وتبخير كمان مرة بتبدأ تدريجياً فترة أفضل من الأيام الماضية من الشهر الماضي لا سيماً طاقياً وصحياً ونفسياً ولكن في فترة انتحاس الشمس الانتحاس هاي بالضر بمقاومتك الجسدية ممكن تجعلك خجول متردد قليل الطموح بعض موليد برج الحوت ممكن يدخلوا باكتئاب فحاولوا أنه ما تخلوا هذا الشيء سيطر عليكم بالعكس افرحوا وامرحوا غيروا جو وحاول أنك تظلك محتك بمجتمعك كمان في فترة انتحاس الشمس بتصير طموحاتك المالية بصيبها بعض الاضطراب يعني إجا المال إجا ما إجا طز إجا مال ممكن تصرفه على أي شيء ببطل إلو قيمة ببطل إلو معنى ببطل عندك الأهداف اللي انت بتسعى لها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لا انتقالة الشمس والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء